عليه شهداء فلماذا ضيعوا التوراة ولماذا غيروا وبدلوا الأحكام إن خاتمة الآية تحمل لنا الجواب قال الله سبحانه وتعالى فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون إننا بحاجة إلى أن نقف أمام هذه الآية مرات وكرات لنلتمس هذه العبرة ونأخذ هذا الدرس إن بني إسرائيل ضيعوا كتابهم لسببين اثنين رئيسين ذكرهم الله عز وجل في هذه الآية أما السبب الأول الخوف من الناس نعم إن العلماء بني إسرائيل كانوا يرون من قومهم عجبا كان الأنبياء من بني إسرائيل إذا جاءوا بحكم الله وبينوا لبني إسرائيل أمر الله سبحانه وتعالى يتعرضون لواحد من اثنين إما التكذيب وإما القتل قال الله سبحانه وتعالى أو كلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون فإذا كان الأنبياء قد قتلوا فهل من يكون بعدهم يكون أعظم وأوقر في نفوس بني إسرائيل من هؤلاء الأنبياء أبدا ولأجل ذلك قتلوا من قتلوا من العلماء وقتلوا من قتلوا من الآمرين بالمعروف والنهيين عن المنكر قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقسط من الناس فبشرهم بعذاب أليم فدعا الخوف بعض العلماء أن يغيروا كلام الله وأن يغيروا أحكام الله لأنهم خافوا إن أفتوا بما يخالف أهواء الملوك أن يقتلوا أو أن يحبسوا أو أن يحدث لهم ما يحدث لهؤلاء الذين سلفوا لهم فقتلوا أو عذبوا أو حدث لهم ما حدث وأما السبب الثاني ولا تشتروا بآياته ثمنا قليلا إن من علماء بني إسرائيل من بدل الكتاب وحرف فيه وزاد إرضاءا لأهل الأحواء من أهل الأموال والسلطان قال الله سبحانه وتعالى فقال فمن بعدهم خلف وريث الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وأياتهم عرض مثله يأخذوه ألم يأخذ عليهم مثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير الذين يتقون أفلا تعقلون والذي يتأمل الواقع الذي نعيش فيه يعلم يقينا أن من العلماء من يتصفون الآن بالصفة التي كان عليها بن إسرائيل وأنه لو كان القرآن وكل إلينا بحفظه كما وكلت الكتب السابقة إلى الناس لضاع بين هؤلاء الذين كانوا يخشون الناس ولا يزلون والذين يشترون بعهد الله وأيمانه وآياته ثمنا قليلا ولأجل ذلك تكفل الله بحفظه فقال الله سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له الحافظون وهنا يأتي سؤال لماذا يحفظ الله القرآن ولا يحفظ التوراة والإنجيل والجواب أولا لأن الله سبحانه وتعالى أراد أن يظهر العباد مبتنيا لهم ومختبرا إياهم أنهم لا يستطيعون أن يداوموا على حفظ هذه الأمانة وثانيا لأن تلك القتب نزلت في حقبة معينة إن التوراة أنزلت لبني إسرائيل الذين كانوا في عهد موسى ومن بعده وإن الإنجيل أنزل لبني إسرائيل الذين كانوا من أتباع عيسى عليه السلام وأما القرآن فإنه نزل عاما شاملا كاملا ليكون لكل الأجيال التي تأتي بعد إلى قيام الساعة وحتى يرث الله من الأرض ومن عليها وحتى يقبض الله آخر نفس مؤمنة على ظهر الأرض كما في صحيح مسلم من حديث عبد الله بن عمر بن عاص رضي الله تعالى عنهما أيها الإخوة نعم ولأجل ذلك حفظ الله كتابه وبيّن لنبيه صلى الله عليه وسلم في وقت مبكر أن محاولات التحريف ستبدأ بعد نزول القرآن وفي وقت نزول القرآن قال الله سبحانه وتعالى وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحين إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك قليلا ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك ثم لا تجد لك علينا نصيرا وقال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وأن احكم بينهم بما أنزل الله واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أن ما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون فتأمن هذا المعنى إن النبي صلى الله عليه وسلم قد تفطن لهذا المعنى بعد تحذير الله عز وجل له فأمر زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أن يتعلم العبرية وقال إني لا آمنهم يعني اليهود على كتاب الله أن يحرفوه فتعلمها زيد بن ثابت ببركة امتثاله لأمر النبي صلى الله عليه وسلم في خمسة عشر يوما أو ما يقارب ذلك أو نحوه فتأمر رحمك الله إن الكفار يريدون منذ زمن بعيد أن يحرفوا القرآن وأن يغيروا فيه كم من المحاولات لتشويه القرآن ولتحريف القرآن حاولها الكفار قديما وحديثا نعم لقد سمع الناس جميعا عن هذا الفرقان الباطل الذي كان يوزع في بعض المدارس الخاصة في دولة الكويت المسلمة كانوا يوزعون فيها هذا الفرقان الباطل الذي كان صورة مشوهة محرفة حاولوا أن ينسبوها إلى الله سبحانه وتعالى ويزعمون للناس أن هذا هو القرآن الكريم وليس الأمر كذلك نعم إنه كتاب مشوه محرف فيه من الركاكة والبذاء ما لا يرقى أبدا إلى كلام مسيلمة الكذاب فضلا أن يكون من كلام الرحمن سبحانه وتعالى وفيه من التناقض وسوء الأسلوب ما فيه وإنك لتعجب أن الذي تولى كبر هذا الإفك ليس من الجرأة بمكان أن يعلن عن نفسه ولذلك أعلن المقدمان أو المحققان لهذا الكتاب المحرف عن اسمين غريبين عن الصفي والمهدي ونشر هذا الكتاب في المدارس الخاصة في دولة الكويت ومن آخر المحاولات المفضوحة المشوهة لتحريف القرآن ما فعله اليهود في تلك الدولة الصهيونية اللقيطة فيما يسمونه بقرآنة حينما اجتمع رجل من علمائهم مع بعض طلاب البدوي الإسرائيليين كذا نشروا في مواقعهم وأرادوا أن يجعلوا من القرآن زعم كتابا تربوي يكون في يد كل معلم وفي يد كل مرب ليستفيد منه الناس وليقفوا على عظمة القرآن المجيد وليتحول إلى أسلوب تربوي رائع يستفيد منه كل الناس وإنك لتعجب هل من الممكن أن يخدم اليهود قرآننا هل من الممكن أن يخدم اليهود الإسلام وهم الذين ضيعوا كتابهم هل من الممكن أن يحفظوا كتاب الله سبحانه وتعالى لا والله إنما العكس صحيح قال الله سبحانه وتعالى يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسولهم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون وقال الله سبحانه وتعالى يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسولهم بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون إن هؤلاء لن يستطيعوا تحريف ألفاظ القرآن فحاولوا تحريف معانيه لتتمشى مع أهوائهم وليكون هناك كتاب جديد يتمشى مع سورة التطبيع التي يريدون أن ينشروها في بلاد المسلمين لكنهم فشلوا وسيظل فشلهم عميقا بعد تلك الأحداث التي جرت إن من أهم الدروس التي ينبغي أن نستفيدها من هذه الأحداث الماضية أن تلك الدولة اللقيطة التي حاولت على مدى أكثر من ثلاثين سنة أن تبث في المسلمين في هذه المنطقة قضية التطبيع وأن تعيش في وسط هذا الكيان لأنها تعلمت من السابقين ممن احتلوا بلاد المسلمين أنه لا يمكن أن يبقى العدو مدام الناس ينظرون إليه على أنه عدو حاولت تلك الدولة اللقيطة أن تندمج مع هذا الواقع العربي وأن تغير نظرة المسلمين وأن تحذف آيات الجهاد من الكتب الدراسية وأن تغير النظرة لليهود والنصارى على أنهم كفار وعلى أنهم أعداء وعلى أنه لا يجوز موالاتهم بأنهم هم الآخرون وأنهم هم الشركاء في عملية السلام وأنهم هم وأنهم هم ونحو ذلك من الكلام الفارغ التافع الذي يتردد على ألسنة الببغوات ممن يعملون على نصر هذا المبدأ الفاسد الذي يخالف صراحة كلام الله سبحانه وتعالى حاولوا تحريف معاني القرآن ليصلوا إلى غرضهم الدفين الخبيث ليستطيعوا البقاء في وسط هذه الأرض المقدسة التي كتب الله عز وجل بقاءها للمسلمين ولا والله ستتحول إلى قبور لهم شاءوا أم أبوا وإذا أرادوا البقاء فيها فليبقوا فإن وعد الله عز وجل آت وستكون تلك الأرض المقدسة مقبرة لليهود كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في الوعد الصادق الذي ننتظره لا يتخلق